اشتركوا في القناة الفصل الثالث إنشاء ميثاق المشروع مجموعات عمليات المشروع محهد إدارة المشاريع الـ PMI يقوم بتعريف إدارة المشروع على أنها سلسلة من العمليات التي يتم تنفيذها لتطبيق المعرفة والمهارات والأدوات والتقنيات لأنشطة المشروع لتلبية متطلبات المشروع وتم تنظيم هذه العمليات في خمسة مجموعات وهي البدء التخطيط التنفيذ التحكم الأغلاق هذه المراحل الخمسة هي أساس إدارة المشروع وأنت بحاجة إلى فهم خصائص كل مجموعة وكيف تساهم في تقديم المنتج النهائي أو الخدمة أو النتيجة النهائية للمشروع عمليات البدء البدء هو التفويض الرسمي لبدء مشروع جديد أو للاستمرار للمرحلة التالية في مشروع قائم ومرحلة البدء هي العملية الأولى للخمس عمليات الخاصة بإدارة العمليات وتشمل عمليات البدء جميع الأنشطة التي تؤدي إلى التفويض النهائي لبدء المشروع بدءا من طلب المشروع والتي من الممكن أن تكون رسمية أو غير رسمية حسب المنظمة الأنشطة الرئيسية في عملية البدء هي كالتالي إنشاء ميثاق المشروع إنشاء دراسة الجدوى والمبررات تحديد تعريف نطاق عالي المستوى تحديد المخاطر عالية المستوى عمليات التخطيط في عمليات التخطيط يتم تنقيح أهداف المشروع وغاياته ومنجزاته وتقسم إلى وحدات عمل يمكن إدارتها ومدير المشروع يحدد الوقت والتكلفة وتقديرات وتحديد الموارد المطلوبة لكل نشاط ويتضمن التخطيط العديد من المجالات الهامة الأخرى لإدارة المشروع بما في ذلك الاتصالات والمخاطر والموارد البشرية والجودة والمشتريات الأنشطة الرئيسية في مجموعة عملية التخطيط هي كما يلي وضع جدول زمني للمشروع إنشاء هيكل تنظيم العمل تحديد الموارد تحديد وتخطيط تفاصيل المخاطر تحديد متطلبات المشروع كتابة خطة التواصل وضع خطة شراء في حال استخدام موارد خارج المنظمة وضع خطة إدارة التغيير تحديد ميزانية المشروع وثائق إدارة المشروع تحتوي مرحلة التخطيط على العديد من العمليات التي تؤدي جميعها بشكل عام إلى إنشاء الخطط أو الوثائق التي سوف يتم استخدامها في جميع مراحل المشروع لضمان أن يحقق المشروع أهدافه الجدول الذي أمامنا يظهر الوثائق بجانب الغرض منها ومجموعة العمليات التي عادة تم تنفيذها وكل وثيقة من الوثائق الموجودة في الجدول سوف يتم التكلم عنها في هذا المنهج بشكل أكثر تفصيل اسم الوثيقة ميثاق المشروع وصف الوثيقة يصرح بالبدء بالمشروع مجموعة العمليات هي البدء اسم الوثيقة خطة إدارة المشروع وصف الوثيقة تتكون من جميع وثائق تخطيط المشروع مثل الميثاق، بيان النطاق والجدول الزمني وغيرها من الوثائق مجموعة العمليات التخطيط اسم الوثيقة سجل القضايا وصف الوثيقة سيحتوي على قائمة بالقضايا وعلى أرقام القوائم والأوصاف ومن تتبع لهم هذه القضايا مجموعة العمليات التنفيذ اسم الوثيقة الهيكل التنظيمي وصف الوثيقة يصف تنظيم أعضاء فريق المشروع وإعداد هياكل التقارير مجموعة العمليات التخطيط اسم الوثيقة بيان النطاق وصف الوثيقة توثيق وصف المنتج وعمليات التسليم الرئيسية ومعايير النجاح والقبول ومؤشرات الآداء الرئيسية والاستثناءات والافتراضات والقيود مجموعة العمليات التخطيط اسم الوثيقة خطة الاتصال وصف الوثيقة فيها يتم توثيق أنواع المعلومات التي يحتاجها أصحاب المصلحة أو المنفعة لديك ومتى يجب توزيع المعلومات وكيف سيتم تسليم المعلومات مجموعة العمليات تسليم المصلحة عن حالة مخرجات المشروع والجدول الزمني والمخاطر والقضايا والمزيد مجموعة العمليات التنفيذ مجموعة العمليات التنفيذ اسم الوثيقة خطوات العمل وصف الوثيقة قائمة بإجراءات المشروع التي يجب حلها من أجل تحقيق النواتج مجموعة العمليات التنفيذ اسم الوثيقة جدول أعمال الاجتماع محضر الاجتماع وصف الوثيقة تصف جداول أعمال الاجتماعات والعناصر التي سيتم مناقشتها في الاجتماعات القادمة وملخص المحاضر لما تم مناقشة للقرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع مجموعة العمليات التنفيذ عمليات التنفيذ وهي المكان الذي يتم فيه تنفيذ عمل المشروع وتشمل التنفيذ الفعلي لخطة إدارة المشروع وفريق التطوير وضمان الجودة وتوزيع المعلومات والمزيد الأنشطة الرئيسية في عملية التنفيذ هي كالتالي يتم إنتاج المخرجات والتحقق منها وذلك من خلال هذه العملية فإذا كانت المخرجات لا تتوافق مع التوقعات عندها في عمليات المراقبة والتحكم يتم إدخال طلبات التغيير أو اتخاذ الإجراءات التصحيحية لضمان الالتزام بمواصفات المخرجات وتعتبر إدارة الموارد مهمة أثناء عمليات التنفيذ ومنها الموظفين الذين سوف يعملون في هذا المشروع والعمل مع البائعين والمقاولين من خارج المنظمة عمليات المراقبة والتحكم هي الأنشطة التي ترسل تقدم المشروع لتحديد أي اختلافات عن خطة إدارة المشروع كذلك قد يتم تنفيذ التغييرات في عمليات المشروع بحيث تكون إجراءات تصحيحية لإعادة عمل المشروع إلى خطة المشروع كذلك تشمل بالتحكم في النطاق والتكاليف وضبط الجدول الزمني ومراقبة الجودة وتقارير الآداء ومراقبة المخاطر الأنشطة الرئيسية في عمليات المراقبة والتحكم هي كالتالي سجل مراقبة المخاطر والمشكلات قياس الآداء وإعداد التقارير ضمان جودة الآداء وأنشطة الحوكمة إدارة عملية التحكم في التغيير مراقبة الميزانية عمليات الإنهاء الغرض الأساسي من عمليات الإنهاء هو توثيق القبول الرسمي لعمل المشروع وتسليم المنتج وتشمل عمليات إنهاء المشروع أخذ التوقيع على إنهاء المشروع وأرشفت مستندات المشروع وإذا كان هناك صيانة لنتائج المشروع عنده يتم تحويل ملف المشروع إلى مجموعة الصيانة وإنهاء تعاقد الموظفين بالمشروع ومراجعة لدروس المستفادة أثناء العمل على المشروع وذلك للاستفادة منها أثناء المشاريع القادمة الأنشطة الرئيسية لعملية الإنهاء هي كالتالي الانتقال خطة التكامل للصيانة فريق العمليات تدريب لأولئك الذين سيدعمون المنتج، الخدمة أو نتيجة المشروع بمجرد تسليم للعمليات قبول المشروع والتوقيع أرشفة وثائق المشروع توثيق الدروس المستفادة الإفراج عن الموارد عقد الإنهاء إنشاء ميثاق المشروع نتيجة عملية البدء هي ميثاق المشروع والتي تعتبر وثيقة رسمية للموافقة على بدء المشروع وتفويض مدير المشروع لكي يقوم بأخذ الموارد لتنفيذ المشروع وراعي المشروع هو الذي سوف يقوم بالموافقة والتوقيع والنشر لميثاق المشروع وبذلك يصبح مشروعك معتمد وكمدير المشروع يجب عليك مراجعة مكتب إدارة المشاريع وتحديد ما إذا كان هناك نموذج أو تنسيق مطلوب لميثاق المشروع فيما يلي العناصر الأساسية التي يجب تضمينها في ميثاق مشروعك وهي كالتالي الغرض أو المبررات من المشروع أهداف وغايات المشروع وصف المشروع أهم الإنجازات قائمة المتطلبات عالية المستوى المعالم عالية المستوى الميزانية عالية المستوى القيود عالية المستوى المخاطر عالية المستوى المخاطر عالية المستوى اسم مدير المشروع ومستوى سلطته اسم راعي المشروع معايير الموافقة على المشروع الأهداف والغايات يوثق ميثاق المشروع المستوى الأعلى لأهداف وغايات المشروع بحيث يجب أن يتضمن بيان واضح بشأن النتيجة النهائية التي سوف ينتجها هذا المشروع وكيف سيتم قياس نجاح المشروع حيث أن التحديد الواضح للغايات والأهداف للمشروع سوف يجعل من السهل قياس النتيجة النهائية بحيث يجب أن يتضمن الهدف من المشروع نتائج قابلة للقياس مثل بدلا من القول أن هدف المشروع هو بناء طريق سريع جديد نغير صيغة هذا الهدف إلى بناء طريق سريع جديد بين المدينة ألف والمدينة بأ والذي به ثلاث ممرات في كل الاتجاهين بحلول 30 ديسمبر وبذلك أصبح لدينا هدف للمشروع قابل للقياس وكمدير للمشروع قم بالعمل مع راعي المشروع لتوثيق الأهداف بأن تكون قابلة للقياس والقياس يحدد نجاح المشروع وعلى العميل والراعي وأصحاب المصلح الرئيسيين ومدير المشروع وأعضاء الفريق بأن يكون لديهم الفهم المشترك للنتيجة النهائية للمشروع وصف المشروع وصف المشروع هو يوثق الخصائص الرئيسية للمنتج أو الخدمة والنتيجة التي سوف يتم إنشاؤها بواسطة المشروع كذلك يوثق وصف المشروع أيضاً العلاقة بين المنتج الذي يتم إنشاؤه واحتياجات العمل التي دفعت لطلب المشروع ويجب أن يحتوي وصف المشروع على تفاصيل كافية ليكون أساس مجموعة عملية التخطيط والتي تبدأ بمجرد توقيع ميثاق المشروع النتائج هي المخرجات والنتائج القابلة للقياس يجب أن تكون ملموسة لكي نتمكن من قياسها والتحقق منها بحيث نتحقق من أن المشروع قد حقق أهدافه وإدارة المشروع إذا نتج عنها مخرجات أو نتائج أو أهداف خاطئة عندها سوف يكون لديك مشروع غير ناجح تصف المتطلبات خصائص المخرجات التي يجب الوفاء بها من أجل أن يلبي احتياجات المشروع وقد تصف المتطلبات أيضا النتائج التي يجب إنتاجها من أجل تلبية عقد أو مواصفات أو معيار أو غير ذلك وتقوم المتطلبات بتحديد وترتيب الأولويات وتوقعات راعي المشروع وأصحاب المصلحة ويحتوي ميثاق المشروع على نظرة عالية المستوى للمتطلبات وكلما تقدمت في التخطيط للمشروع سيتم معرفة المزيد من المعلومات وستصبح المتطلبات أكثر تفصيلي المعالم عالية المستوى المعالم هي الأحداث الرئيسية في المشروع والتي سوف تستخدم لقياس التقدم في المشروع وقد يتم الإشارة على اكتمال عمليات التسليم الرئيسية والموافقة عليها كمعالمها كذلك تستخدم لقياس الجدول لتحديد ما إذا كان المشروع سينتهي في الوقت المحدد الميزانية عالية المستوى يتم إعداد الميزانية التفصيلية للمشروع لاحقا أثناء عملية التخطيط لكن بالنسبة لميثاق المشروع فيجب أن يكون لديك تقدير عالي للمستوى تكليف المشروع ويمكنك استخدام المعلومات التاريخية من المشاريع السابقة المتشابهة بالحجم والنطاق وتعقيد المشروع الحالي أو يمكنك أن تطلب من البائعين بوضع تقديرات عالية المستوى للمشروع الافتراضات عالية المستوى الافتراضات هي أحداث أو أفعال أو مفاهيم أو أفكار تعتقد أنها صحيحة وتخطط لها فمثلا قد تحتاج كمورد للمشروع إلى شخص صاحب تخصص وبمهارة عالية وهذا الشخص موجود في قسم الصيانة في شركتك وبما أنك عملت مع هذا الموظف ومديره الوظيفي في مشاريع سابقة فأنت سوف تفترض أن هذا الموظف سوف يكون معك في هذا المشروع يمكنك وضع افتراضات حول العديد من عناصر المشروع بما في ذلك توافر الموارد والتمويل والطقس وتوقيت الأمور الأخرى ذات الصلة بأحداث المشروع وتوافر البائعين وما إلى ذلك ومن المهم دائما التوثيق والتحقق من صحة افتراضات مشروعك القيود هي أي شيء يقيد أو يملي تصرفات فريق المشروع مثال لو كان هناك وقت محدد لتنفيذ المشروع غير قابل للتأخير فعندها هذا التأخير هو قيد على المشروع ومن يعملون به فعندها هذا الوقت المحدد هو قيد على المشروع ومن يعملون به وقس على ذلك كافة النقاط التي لا يمكنك تحريكها وهي مثل الميزانية والتقنية والنطاق والجودة والأوامر المباشرة الساطرة من الإدارة العليا هذه كلها أمثلة على القيود طبعا هنا كانت القيود عالية المستوى هنا المخاطر عالية المستوى نفكر في معظم الأحيان بأن المخاطر لها آثار وعواقب سلبية والاختلاف فيما بين المخاطر والقيد حيث أن القيد هو شيء موجود حاليا أما المخاطرة هو حدث مستقبلي من المحتمل أن يؤثر على المشروع مثال تاريخ انتهاء المشروع هو قيد أما احتمالية عدم تمكن البائع من تسليم المواد التي يحتاجها المشروع هي مخاطرة محتويات أخرى وهي تتضمن العناصر الأخرى التي يجب أن يحتويها ميثاق المشروع وهي اسم مدير المشروع ومدى سلطته واسم راعي المشروع وأعضاء فريق المشروع الملتزمون بالعمل بالمشروع في وقت مبكر معايير الموافقة يجب أن يحدد ميثاق المشروع معايير الموافقة على المشروع ويعتبر ذلك تعريف لمشروع ناجح وسوف يتم استخدام هذه المعايير لتحديد ما إذا كانت المخرجات والمنتج النهاية والخدمة أو نتيجة المشروع وهذه المعايير قد تشمل عناصر مثل معايير الجودة معايير الآداء وملاءمة الاستخدام وما إلى ذلك مع وصف العملية التي سوف يستخدمها أصحاب المصلحة للإشارة إلى قبولهم بنتائج المشروع الموافقة الرسمية يجب على راعي المشروع مراجعة ميثاق المشروع والتوقيع عليه وهذا التوقيع يوفر السلطة لمدير المشروع بأن يمضي قدما في تنفيذ المشروع وهو بمثابة إشعار ببدء المشروع وعادة ما تكون هذه الموافقة مطلوبة قبل الإفراج عن أوامر الشراء أو التزام المدراء الوظيفين بتقديم الموارد لدعم المشروع يؤدي إصطار ميثاق المشروع إلى نقل المشروع من مرحلة البدء إلى مرحلة التخطيط تأكد من حصول جميع أصحاب المصلحة على نسخة من الميثاق أو أن يكونوا قادرين على الوصول إليها ومن الجيد أن تحدد موعد الاجتماع لمراجعة ميثاق المشروع ومراجعة الخطوات التالية ومعالجة أي أسئلة أو مخاوف قد تكون لديهم عقد اجتماع البداية بمجرد التوقيع على ميثاق المشروع والموافقة عليه فإن مهمتك التالية هي عقد اجتماع البداية ويجب أن يشمل ذلك الاجتماع راعي المشروع وأعضاء طريق المشروع الرئيسيين وأصحاب المصلحة الرئيسيين بحيث يتم مناقشة ميثاق المشروع ومن المهم أن يفهم الجميع أهداف وغايات المشروع ووصف المشروع والمعالم رفيعة المستوى ونهج المشروع العام وكذلك بيان نطاق المشروع وكما حصلت على توقيع راعي المشروع أيضا سوف تحتاج إلى الحصول على توقيع أصحاب المصلحة الرئيسيين على ميثاق المشروع إلى هنا نصل لنهاية هذا الفيديو كان معكم حسن صالح مرشد مهند استقنية معلومات من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من يمكنكم اللتين على توقيت نهاية هذا الفيديو ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته 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 اشتركوا في القناة